تزامنا مع انسحاب أمريكا من أفغانستان وإعلانها عن قرب انسحابها من العراق وسوريا تسعى فرنسا لفرض نفسها على الساحة الدولية بزيادة نفوذها وخاصة في دول منطقة الشرق الأوسط وعلى رأسها لبنان والعراق لكن الأعباء الاقتصادية التي حلت بها نتيجة أزمة الغواصات النووية ربما تحول دون تحقيقها أهدافها على الأقل ضمن النطاق الزمني الذي رسمت فقد سببت أزمة لصناعتها العسكرية فضلا عن خسارة تقدر بنحو 67 مليار دولار هي قيمة الصفقة التي أطلق عليها حينها وصف صفقة القرن فلا تزال صفقة الغواصات النووية بين الولايات المتحدة وأستراليا تلقي بظلالها على الساحة الدولية فبعد الأزمة بين فرنسا وأستراليا تسبب ألغاء صفقة الغواصات الفرنسية لأستراليا واستبدالها بأخرى أمريكية في أزمة بين فرنسا والولايات المتحدة كما دفع ذلك باريس إلى وصف الأمر بأنه طعنة في الظهر اعتراضا على ألغاء الصفقة وإبرام تحالف ثلاثي بين أمريكا وأستراليا وبريطانيا ويرى مراقبون أن تبعات الأزمة الراهنة ولجوء أمريكا لتحالف ثلاثي مع بريطانيا وأستراليا وتزويد أستراليا بغواصات تعمل بالطاقة النووية تؤزم الخلافة بين أوروبا وأمريكا الذي جاء عقب أزمة الانسحاب من أفغانستان وربما تؤدي تلك الخلافات إلى رسم تحالفات جديدة خاصة مع تمسك عدد من دول الاتحاد الأوروبي بمقترح تأسيس قوى عسكرية أوروبية موازية لحلف الناتو ويرى آخرون أن طبيعة الضغوط الاقتصادية التي تتعرض لها باريس لعدم امتلاكها سوقا لبيع الغواصات ربما تدفعها إلى الشراكة مع الهند وتتشين علاقات قوية لبيع الأسلحة ولتقارب جديد مع روسيا في مجال تصنيع وبيع الأسلحة وبالتالي فهو تقارب أوروبي روسي محتمل حيث تعد فرنسا القائد السياسي لأوروبا في إقامة العلاقات مع الدول علاوة على وجود تقارب ألماني روسي وفي حالة إثبات موسكو النوايا الحسنة لإقامة علاقات مشتركة مع باريسا وبرلين قد تنضم دول أوروبا الشرقية إلى هذا التحالف الذي سيغير الكثير في النظام الدولي القائم حاليا وميزان القوة ترجمة نانسي قنقر